البنات كثير بيحبوا يلبسوا مثل أمهاتهم أكيد أنت بيشوفوا أصلا بيكونوا يقلدوا أمهاتهم مئة بالمئة فأنا بلاقي كيوت ترنت ما نعمل مبالغة فيه ونشوف صور صح نعم جاهزين نشوف صور شوفي هوا كيوت شوفي ما أحلاهم ما في مغالاة بهاي ستارزيني أنا بديت فيها ما في مبالغة اللبس جدا جدا بسيط اللي هو اللبس اليوم اللي بيكون للأم وللبنت ولكن بيعملوا انه يكون متشابه لبعض فاللبسة النهائية بتحسيهم انهم لابسين زي بعض بس هي سيمتلي هون لابسة كنزة بيج هي وبنتها حاطة سكار فيه وبنتها زي بعض لابسة الطائية البوتس نفس الألوان الجينز نفس اللون أشياء بسيطة بس صراحة أنا متأكدة أنه للصغار كثير لها تأثير إيجابي على نفسياتهم طبعا لأنه أنا بقولك عن تجربة إذا بنتي بتحسيها إشي لونه مثلا إشي رسمي على بلوزيت تقريبة من إشي عندي بتكون مبسوطة فأنا صراحة مش من المعارضين يعني مش ضروري اللي بس يكون أوفر بس الاشياء اللي كيوت دايما كيوت ودايما حلو مين أحلى الوحدة من بنتها يعني تلتم فيها وتلبسها زيها نشوف صور أفكار تانية للصبايا الصغار اللي عندهم بنوتات حلوية شوفي حتى لو اختلفت أعمار اللي عندك مثلا أكتر من بنت حلو انه كلهم يكونوا لابسين أول إشي هو بضيع عنصر الغيرة إذا بدنا نقول لهم عشان هي كانوا الزمان الخوات كله بيلابسوا زي بعض بتقيمي عنصر الغيرة ونصر التفكير الزي من الام كل واحدة إشأة لبسها كله زي بعض بس هون مع الام برضو لابسين زي بعض وطالع اللوك كتير كتير كيوت شايفي؟ ونعميا ما فيهم زي ما قلتي مغالا وهيك ما فيهم إشي أوفر هلا برته أول صورة على اليمين اللوك هادول البنترونات الخفيفة مع تانك توب مع تي شرت بيضة هون رحنا للأواعل شوي رسمية أكتر اللي هو هون بيصير فيهم بالمناسبات نقد مرات أكتر إنه اللبس اللي خرج الأكبر مش كتير عم بيروح للأصغر بس اللي بدي أقول إنه كتير مرات بيقدروا يغيروا بطريقة القصة أو الفورم بنفس الماتيريا اللي بيستعملوها بيصير الفسطان زي هذا؟ نتبهي مثلا البنوس هي فسطان الام جاي ستريت كات تيك ماسك على البنت الصغيرة على البنات الصغيرة معمول ممسك من عند الخسر ونازل اي لاين واسع كيوت هاي برضو مغيرين شوي بالموديل بس فكرة البنت رح تضلها حاسة إنها هي لابسة زي امها حلوين كتير نكون شوي إيجابيين كيف نطلع الأشياء ما تطلع عليهم بطريقة إنه ما تكبروا الموضوع بسحيلوا للبنت انه تلبس زي امها كتير حلوين نعم أحلام هذول هون شوفي الفسطين حتى البيسيك حطوا عليه الجاكيت الجينز فلورل وحطوا عليه الساندرز لبسوا زي بعض لبسة الجاكيت كانت اللبسة كتير كتير كيوت هون على تيار الام لابسته البنت لابسته على فسطان إذا ملاحظة برضو كرموشه حلو هون الام وابنتها لابسين فسطان هو بالضبط مماثل لبعد كتير حلوين حلوين نشوف الصورة اللي بعد بليز شوفي هذا الفسطان أنا لقيته من الفسطين اللي كتير كتير حلوين جاكيوت هلا ممكن تكون الام شبينة وبنتها شبينة معا يعني بسموهم شباين بالأعراس حفلة عرص حدا قريب اوكي جان قريبة الفرحة بتكون دابل صح حلو حلو هون للست المحجبة برضو ما بيمنع أبدا إنها بتقدر تعمل كمان لبنتها من نفس الإماشة ونفس البرنت إذا عملت لها فسطان قررتي للبنت إذا أصغر كون الفسطان أقصر ما بدور قصة الفسطان ما بتعودي كتير تنتبه عليها بس اللوك لما تطلعي رح تشوف إنه الأفكت لابسين نفس اللي شيء ثمان عم بحس المحلات كتير عم بسهل يعني بتدخلي بتلاقي لبسة نفسها للأم بتلاقي إجراءها نفس الشيء رجع ترند كتير قوي بسهله كتير علينا زمان أول ما طلعي ترند كان ترند على الأوت كتور والملابس الرفيعة والملابس الراقية فهذا كان في يو بجت صراحة مكلف كتير بس لما عم تكي على كيوت تي شرت انتي لابستيها وبنتك لابسة متل بعض بالعكس يجب عليها بأثمان يعني رخيصة واللوك حلو شايفة بقدر يكونوا كتير سيمبل ولكن هدول من دور أزياء هلأ عم نطلع هون هاي من ديور هادول لابسين من كوتشي هلأ كل واحد وإمكانياته وكل واحد شو ميوله في ناس بتموت علي برانز بتحب تلبس برانز بتحب تلبس برانز بتحب تلبس أولادها برانز ما بتقدر تقولي لهم لا إذا الواحد قادر بيستفل اللي مو حابب اللي بتقدروا تحصلوا عليها من غير ما يكون الاشي برانز صراحة حتى بالخياطة لناس إذا بدهم اشي معين برضه بنعمل ومش ضروري أبدا الموضوع يروح الفكر إنه لازم يكون اشي باهم بالصد لا لا بالعكس هون ملبقين كمان دخلين ابنها معهم ملبق شوفي هادول برضه من ديور عاملين انتبهي كيف البلد تبعها لحاله بيركب على الفستان معطيها تويست كرموشة هي لابسة من ديور التيشيرت ديور ادكت مع تنورة سيمبل حمرة يعني الأفكار صراحة كثيرة أفكار كثيرة ما بتلاحسين كثير حلوين هادول انتي بتلبسي انتي وبنتك زي بعض مش دائما بس بحب مرات نلبس ونتصور فيهم انو ذكره وهي بتنبست كثير يعني أجربها الفكرة كثير بتحبها الفكرة أكثر من مره لما لما لبسنا زي بعض كثير تكون مبسوطة وبدأت تفرجي كل حدا وثاني يوم كلما تشوف حدا مبارح انا وما كنا كنا لبسي نفسي اشي اه قصة بتصير قصة يعني بتنبست كثير جانب ايجابي كثير انه صراحة قد ما كانت اللي عم تستعرض بلوغر سليبريتي وماذا و لكن هو اخذ فكره مجهود والصغار بيحسوا بيحسوا انه بغلتي مجهود على اشي معهم فبيحسوا حالهم يعني ادما ناس لأت انه فيش داعي وفي داعي بس الى تأثير ايجابي على الصغار طبعا لا نكر حلو هلا من انتقلنا من الاشياء الكاجولز الاشياء شوي رسمية هيك دور ازياء عملاقة بتعمل وبيخصوا يعني بيخصوا انه يكون جزء من الشو لالام لبس مطابق لبنتها هذا الترند رجع من تقريبا من 2013-14-15 هدول مثلا لقي لي صعب شوفي شو الديتلز حلوين لما يكون في مناسبات مهمة مرات بتكون ريالتي وعنتها مولاد صغار مرات عرس قريب كتير حدا بيعنيكي بدك منتك تلابسيها مثلك هون عم نطلع احنا لللين الاعلى بس ابدا ما تفهموا انه ملزمين تروحوا لاشي عشان تحصلي على اللب كمثال احنا عم ناطي وكله بتخيطوا كله بنعمل ما عم نحكي عن الجانب المادي بس كا ديزاينر عم نستعرض من دور الازياء اللي بتعمل هم اكتار معظم صاروا الهاي اند ديزاينرز بيعملوا الماثر دوتر اللابسين صلي بعض اوكي حلو كتير فسطان انا هيك من الفساطين اللي استهويتهم ايك لقيتهم انترستنغ حطيت دي اورجيكم هذا برضو من الي صعب انتمحي انه هو مش بالزبط فسطان الام زي فسطان البنة نفس لقماشي ولكن استعملوا نفس لقماشي وراحوا للاشياء اللي بتلبق للبنات الصغار بطريقة تاريخ حلو كتير هذا حلو كتير حلو نشوف الصورة اللي بعدها بليز شايفه الفينيك او القصة هاي بتروح للستات الاكبر بالعمر بس لما تكوني عم تشتغلي مع ديزاينرز اكيد براعوا العمر براعوا انه اللوك بده تكون فيها براءة كمان فبينعمل الفسطان بطريقة كيوت للصغار اللوك كتير حلوه هالالوان اللي في هيك حلوين كتير ماشياتهم انتي متخيلة هيك بتكوني عم تحضر شيو عم بيمشو هالصغار هلو في السقل اللي بتكون عندهم خلاص انتهى حلط انتهى انشوف الصورة اللي بعدها هاي كمان من الفساطين السيكتير حلوين اصلا البنات الصغار بحثهم بيحبوا الفساطين الواسعة اه طبعا كتير بحبوا يعني هاي قصتهم هاي قصتهم هاي قصتهم تخلصوا تلفوا الدور وتحبوا الفسطان معببي ومبسوطة حلوين البنات الصغار لبسهم كتير حلوين يعني دائما لبس البنات الصغار كتير حلوين أوكي وهون في عنا هادي ديزاينر اسمهم إليزابيتا فرانكي مش عارفة إذا الناس بتعرفها كتير اللي هي كانوا زمان اسمهم سلم بيك معرفين بسلم بي صاروا إليزابيتا فرانكي برضو عاملين كتير انترستن وكتير حلو من الفساطين اللي تميل إلى الرسمية شوي أطنيات مع الفست شوف الفست على الأبيض شو كيوت الأصفر طالع على الصغار الأصفر ما فيو اشي كتير متشابه صراحة سوى اللون بس برضو الفكرة زي ما انت حكياتي بصير يدوروا الصغار على أي اشي مشترك وبتفكر حالها لبسات زي كتير حلو فما تعقدوا الأمور بس اللي عندها بنات صغار وهيك قلت حلو اعطيكم أفكار كي هاي آخر صورة معناه كتير حلو حبيت النون الأصفر على الأسود أنا مش كتير من الناس بتقبلوا نون الأصفر على الأسود بس هو تريند حلو كتير فترة صلوا هيك وصارت العين تقبلوا أكتر معك حق زمان كنا نلاقي كتير صح تشتي مع الأبيض دايما الألوان الفاتحة كنا نروح مع بعض والألوان الربيعية مع بعض والأسود هلأ صاروا دايما عالفوشيا على الزهر بيكسروا بالأسود وأنا بلقي صراحة من التريندز الحلوي وأنا كتير مبسطة عن موضوع اليوم كتير الموضوع اليوم هلأ بنتك رح تستلمك انتي عليه بالزبط حبيبتي ما هم بسطنا كتير موضوع اليوم شاء الله دايما انتي يعني بتفدينا بكل ما هو جديد جديد في عالم الموضة والأمان شكرا كتير على تواجدك معنا يا أتوك الخير شكرا شكرا